السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وحبي مسلسل على الحلو والمر إليكم ملخص الحلقة 27 ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو واشترك في القناة وفعل نزل الجرس لك صدقاء كل جديد تبدأ أحداث الحلقة ريان بتفاجأ بالحفل ووسام يقول لالانا ليش اتغير لون وشيك بتقول اسماء ريان شو قال بدو يقله شي مهم ريان بدو يتركني ووسام يقول لالات فكري هيك صلاحي بيجي يصال لحق المحل 200 ألف تيم بيحكي لآية تخانق هو وأمه عمه ينام بطابق لمسكر وسحر بتكون عم تسمعون وبتخبر شريهان وشريهان تعمل خطة مع سحر لتخوف تيم لانا بتعمل مقابلي مع فاروق وبتجي امها وبتشوف تمثيل وبتقول لها مين جايب هاد البشأ بتشوف فاروق وبتقول له اكيد هاد زوقك بتطلب من لانا تخل الشغلة وتلحقها وفاروق بيعزم اسماء على العشاء بترفض اسماء وبتعصب علي اسماء بتطلب من لانا تترك الشركة مع فاروق ولانا بتخبر فاروق معجب فيها وبتعصب اسماء عليها اسماء بتقابل ريان وبتحكي له عن لانا وببلشت تشوف طبيب نفسي وخايفي تركها وعم تعمل كل شي يسعدك وبتقول له تتقرب منها اذا ما ما كان في مشكلة بينك وبينها ايا بتراقب تيم وتيم بيكون كتير خايف وشارد وبيلحقها وبيحكي له قصة بتخوف وبتضحك ايا فرح عايشي على عصابة وناطري رياني يقول لا ايا بدي امسك ريان من خوانيقه واعرف ليش بتطلب يحكيني رياني بيتصل بلانا وبيطلب يقابله فرح بتشوف رياني وتمسكه من او بتشحطه لبرا وبتشوف وتسأل وليش هيك عمي يعمل وبيقول ريان انا شفتك انت ويسان بتقول ما صار شي بيفر بيفرح رياني وبيحاول يتقرب منها وبلا والاخر شخص بيصور وبيلتفت عليه وبينتهي